تحضرني مقولاً لشيخنا الشيخ محمد أمان الجامع رحمه الله تعالى هناك رأي شيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني عندما حصل غزو الكويت فأجمع العلماء على ما اتخذته المملكة ودول الخليج من إجراء حول هذا الموضوع فقال رحمه الله الألباني حبيبنا الألباني حبيبنا غير أن الحق أحب إلينا منه وكذلك شيخنا الشيخ عبد المحسن حفظه الله ذكر مسائل يخالف فيها شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله مثل أخذ ما زاد عن القبضة للمحرم والمنسوب لعبد الله بن عمر من اللحية وكذلك الذهب المحلق وكذلك تأكرار صلاة الجماعة وكذلك يعني مسألة العودة في الطواف أن من أمس ولم يطف يوم النحر فعليه أن يعود في إحرامه فهذا لا شك أن نخالف شيخنا فيه كنا عند الشيخ بن باز رحمة الله عليه فقام شاب متحمس يتكلم بصوت غليظ غضبان كأنه يريد أن يقاتل قال يا شيخ هناك من يقول كذا وكذا أن من أمس ولم يطف عليه أن يعود في إحرامه فأسكته الشيخ لما رأى من فضاضة كلامه الشيخ بن باز رحمه الله فأشكته ثم قال هذه المسألة يرى فيها أخونا الشيخ العالم العلامة خادم السنة وبعد أن وصف الشيخ الألباني بهذه الأوصافة الجليلة قال ونحن نرى أن الحديث لا يصح في هذه المسألة وأن الشيخ قد أخطأ في هذه المأسلة غفر الله لنا ولا وكثير نماذج كثيرة من مشايخنا الشيخ الألباني رحمه الله وشيخ حمود التويجر رحمه الله بينهم ردود في مسائل كثيرة من ضمنها رأي الشيخ في الحجاب رحمه الله فلما التقيا في بيت الشيخ حمود رحمه الله عليه كان كل منهما يحيل إلى الآخر في الإجابة على الأسئلة أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع أين أنا وأشكالي وأمثالي من هؤلاء عندما آتي وأبدع أخي لمسألة ربما أكون واهما في التبديع أو أحذر منه أو أقوله ما لم يقل كأن يقول شخص مثلا فلان نقل عن فلان وفلان معروف أنه من أهل البدع نقل في كتابه الفلاني عن فلان وفلان معروف أنه من أهل البدع أنا أسألك سؤال يا عبد الله ألم ينقل شيخ الإسلام من تيمية رحمه الله عن جمع من بعض أهل البدع عندما نطقوا بالحق أليس في هذا أيضا يعني توثيق للشهادة والحق ما شهدت به الأعداء ألم ينقل الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب عن الزمخشري وعن غير الزمخشري في مسائل تتعلق بالتفسير فهل نرد على الشيخ سليمان ونقول هو مبتدع ونحذر منه ألم ينقل العلماء عن النووي ونوويه أول الصفات إلا سبعة صحيح أنه ليس مع الأشعرية في مسألة أول واجب على المكلف وفي زيادة الإيمان ونقصانه وفي تعريف الإيمان رحمه الله لكن وافقهم في تأويل الصفات إلا سبع صفات هل أهدر العلماء أقواله أم ردوا الخطأ وأثنوا عليه كذلك الحافظ بن حجر رحمه الله شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى علق على فتح الباري تعليقات لطيفة جميلة ونبه على بعض الأخطاء التي وقع فيها بن حجر لكن لم يعنفه ولم يودعه ولم يفسقه ولم ينال منه هذا هو منهج العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين لكن آتي أنا وأمثالي من الصغار وألتقط كلمة أخطأ فيها أخي أو أنني قد وهمت ربما خيل إلي أنه أخطأ أو خيل إلي أنه يقصد كذا وكذا أو ألزمته بلازم قول لا يقصده أو أولت كلامه على معنى لا يحتمله أو نحو ذلك هل يجوز لمثل هذا العمل أم أنه تجني وعدوان على أخي ترجمة نانسي قنقر